احنا دارين خطة الرجع الناس المرة دي احنا من هنا لحد الجمعة الدعم السريع دي دار نشيل منه اقل حاجة ستين في المئة من قوته دارين خطة محكمة خطة المحكمة بتجي بظهورك مادام الهدنة دي تفضت فدار شغل اعلامي دار اشوفك في الشارع دار بل عديل انا شفت فيديوهات حاسية من الناس ما شافوه فيه شغل مدور قرف عديل والله شغل يخليك تتبسط والله العظيم لكن فيه مفاتيح بيننا وبينك يا جيش لازم نتعمل بها وانتو الناس لازم تحيز بوجودك وانا عارفك ماشي بخطة انا دار ارجع الناس المناطق دي الشباب دي تستفيد منهم الناس دير والله يسبتوا مع الدعم السريع سبيتها ما طبيعية وفيه معلومات ما بتطلع لانه الدعم السريع بيجي بانتغم زي ما حاصل في شامبات الحاصل في شامبات ده الجيش لازم الليلة دي ما دامت اللي اخذنا دي اخترقت لازم تمشي تأمن شامبات عديل عديل تاتشارات جيش رباعي تجيف في شامبات واضح ما انا دار المواطن يحس انه والله يا اخي هو دافع عن عرضه دي كانت غلطة منه زي ما حس الكتاب بتاعنا الدعم السريع بيضربو له في الوتر ده بيقول له كانت تديه عربيتك وكانت تديه مرتك وكانت تديه عرضك حس الولد ما كامت ده ده الفكرة الشغالة فيها احنا دار نورين انه انت لما تقاتل وتقف في حقك الله بقف معك الله ما بينزل لينا لكن بيرسل جنوده انت ديل انت ديل انت ديل لما انكافأك بالشهادة وبعلى درجة ما داك لا ساي انت ديل الجنود بتاعنا ربنا ما الموضوع ان الخطة تكشفت خطة تكشف ما يتحرك من الاشارة يمشي لحد دي شنباتي حاصرة بكل الاطراف حقتها بيتحرك هو تمشي الغيادة حس انا رزلتها منشور من الناس اللي بيشكوا من الجيش بتاع اقار تنادي اقار ده ولا تنادي ميتين ده يااخ تسمع منه يااخ عشان احنا بكرة الصباح ما نقول له اهنا اركبوا الجيش بتاع اقار ده وهي دي الخطة المطلوبة اصلا يااخي ما يبتل الان ده عام واحد يقعد يكتل في المواطنين كل مرة نشيل الموضوع ده ونتكلم وننزل بيانات ونسكت الحاجة دي بعد احنا وصلنا حدا البيحصل من السفارة المصرية في بورسودان عندهم ضابط كده قاعد يقول ادبه على الشعب السودان حاجة دي غلط حاضر انا ما دار انزل صورته وما دار انزل اسمه الكلام دي السفارة المصرية بتسمع فيه والخارجية بتسمع فيه تستدعو الضابط ده يتعمل مع الناس دي الكويس اربع يوم يقول لك تعلينا بعد اربع يوم تجي يقول لك الله يااخي في زيارة معرفة السفير بره الغنص والبره ما جاهزة الجوازات الكلام ده استفزاز فايت الحد وقلت ادب فايت الحد دارين من دقنينا الخارجية يخش الصفارة يشوف الموضوع ده تعاملهم كيف مع الشعب السوداني ما دارين نكفل الصفارة دي بس بي قدرة اللي عندكن هناك كان الله يحب المحسنين قلت ادب في سودان واحد احنا ما بنكبله حاضر ممكن ندور فيها حرب عديل بالمناسبة ما في اي مبرر للحاجة دي ياخي صف الناس بتقف الصفارة ما جاء تربيزول عندنا مواعيد معينة دقلين التأشيرة بتاعتنا دي تدوك رسومك خلاص انتهى الموضوع مندوب الخارجية يمشي يشوف ما دارين واسطات احنا احنا ما دارين واسطات انا ممكن اتوسط للسودان كله احنا دارين موظف واحد اخش واسطة باسم الشعب السودان خش جوه شوف شنو مسبة الجوازات دي لشنو لانه اليوم في برسودان بي خمسين ومئة مليون الناس بتصرف وقهر ربوعين ده كلام ما مقبول ده الحالة داري خفف عليك الدولة ما تعمل غرف تقعد شوفه مشاكل الميتين دي لي اخي قرفتونا كل مرة يعني صغرات بتوري اتا شغال شنو انا دار افهم يعني ما خلاص دي عرف نلابس كاكي قاعد في الشارع انت انت الموظف المدني دي شغال شنو ده ما صرف مرتب ما عارف ديال ستة شهور ما اخدو مرتب ده ما عارف حقوق وما نزلت ده ما عارف ما اخي ده شنو ده يا اخي انتو بتسووا في شنو انتو يا اخي كل الفاهمين لو نزيدنا الرسوم ما عارف عشان الحرب بل هنا الاجراء ده شنو ده يا اخوان انتو دعام اكتر من الدعم السريع اخسم بالله العظيم انتو دعام اكتر من الدعم السريع وحتيترقبوا واحد واحد اسمع العربي ده عشان انا ما اكتر كتير صورة الموظف الضابط بتاع السفارة المصرية اللي بيقلدوا على الشعب السودان ده جو السودان عليك الله احنا ما دارين ندور معاكم بكرا ما ندوب بتاع الخارجية بالشك ولا انا بتكلم فيها دي بكرا تمشي وتنزلوا لينا بيان الحاجة الثانية جوازات الواقفة معطلة بلا مبرر دي يا اديها ليهم اي زول يعرف ربه وين يا شيلة طلع لينا تأشيرة معا معطلة بلا سبب ما دارين كلام فارغ زي ده كله زي اللي قم بيشغله الحاجة الثانية نرجع لي موضوع الاستنفار ده الجيش عشان احنا والجيز اللي نخش مع بعض في شغله احنا طبعا غرقاني مع الجيش والجيش الغرقان معانا خلا سبب احنا دارين نعمل لكم عقد قيران بين الجيش والقوات والشعب السوداني قوات المسلحة تتبنى عملية الاستنفار علنا ولسه ما اعلنوا لكن لازم تعلينا واحد اثنين تعليم فتح حسابات باسم القوات المسلحة لتلقي دعم من الشعب السوداني علنا تتذكر القومة بتاعت الحمدوق ديك اي طبعا ديك ما استرقت فحسي القاحات ده حيطلع يقول ليك صرفه والجيش دارين يسرق قروش الشعب السوداني حيعملوا حاجة زي دي اول من يقولوا الكلام ده خلوه اللي انتفقنا اي حسي البنوك بتاعت الجيش تفتح حسابات معتمدة ودخلت لي الرغم بتاع الجروش دي في شاشة استلمتوا كده عشان انا الجيش ما يقعد انطط بعدين يقول لي والله ما وقفت معي لا لا احنا وقفنا معاك بالذهب وبالجروش ما مشكلة حسي دي النسوان ادوك الدهب اللي يابسينه ده بدل يسرقوا الدعامة واختصبوهم ادوك ليه وانت ده عشان تحسب المسئولية عشان ما تجي بعد فترة نجي في مسئلة الصدمة طبعا الناس متوقع انه الجيش في النهاية ينطوى البرهان وحميتي كونوا عاملين تمثيلية وارد لانه انا بعرف حاجة اسمها الصدمة الصدمة دي عشان توقع الوسيغة الدستورية كان لازم يفضوا الاعتصام عشان يكفروا لك الخيارات والصدمة كان يحصل الانقلاب ويكتلوكم في الشارع ما يكون عنده غير الاطاري والصدمة حسي انه احنا نقبل بحميتي في حجم الموتة اللي بيحصل في الدمار في البلد الصدمة دي احسي المصد ليها انا دا انا دا انا دا انا دا انا واقف ليها حسي واقف ليها ألف حمر الموضوع دا ما حيمره والجيش في الشارع دا لو انتوا سكتوا واحنا سكتنا بكرة الصباح بيقرضوه وبتجي ترمضوا مع حميتي وبتجيبوه الغصر الجمهوري الرئيس احنا مصدين للحاجة دي اي مساحة فاضح هنكفيل اليكم دارين شنو يا جيش خلاص احنا الشعب السوداني حندعمكم قروج عديل اي نفراء للشعب السوداني في داخل والخارج الصفارات تفتح الحساب موحد والقروج يتنزل الاصل واحد اشتروا سلاح اشتروا ناس اشتروا عتاد اشتروا دبابات اشتروا طيارات جديدة ما انانا شغالة نموت سوا بس يا صاحبي والله عديل انتوا بالارواح واحنا بالمال نموت سوا يا صاحبي عشان ما تجيب على ستة شرطة نطفوق تقول لي والله نسبة للظروف واحنا ما كانت خزينتنا فاضي واتعرضنا لحصار فاضطرين نوقع الاتفاقية دي ما في اتفاقية حتتمضي ما في راجل في السودان دي حيند اتفاقية مع احمدتي ما في قلم حتجرة مع احمدتي اللي جرت الليلة دي اخر واحدة وكان الله حب المحسنين جدام بس يا صاحبي جدام بس